السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم قناة برينسيسا في مملكتي النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن مشكلة حقوق الطبع والنشر اذا كان غير مؤهل او اذا كان عليه اي حقوق طبع ونشر او غير مفاعل لتحقيق الربح فازاي نحل المشكلة دي هتكلم معاكم بالتفصيل عن الموضوع دوت لان تقريبا يوميا بيجيلي نفس السؤال وخصوصا بعد التعديل الجديد بتاع اليوتيوب ان حطوا تعديلات جديدة وخلوا الناس ما بقتش عارفة انها هتشيل الحقوق طبعا والنشر بسهولة زي الاول طبعا انا هقول لكم كل الحاجات دي بالتفصيل تابعوني لنهاية الفيديو وان شاء الله يعجبكم متنسوش بس سبسكرايب للقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد من القناة وان شاء الله يكون بعرف افتكم ويكون بعرف اوصل المعلومة كويس اه تابعوني بس نهاية الفيديو وان شاء الله يكون معاكم معلومة كاملة عن الموضوع بسم الله وهبدأ على بركة الله اول حاجة بيكون عندي اه فيديو جي عليه اه حقوق طبعا ونشر بيكتب لي يتضمن اه اه الفيديو مطالبة حقوق طبعا ونشر وبيكتب لي جنبها غير مؤهل او غير اه تحقيق الربح غير مفاعل بضغط على كلمة يتضمن الفيديو اه مطالبة حقوق طبعا ونشر وبختار اه المزيد من المعلومات لما بدخل جوه بيديني الدقايق اللي فيها اه الحقوق ديت اه عايزة اشغل المحتوى اللي فيه الحقوق بشوف ايه مقطع الموسيقي او المقطع اللي فيه الجزئية اللي فيها حقوق طبعا ونشر ازا لقيت هكو جزء صغير فهيبقى كل الحكاية ان انا هعمل محول الصوت في الجزء الصغير ده فهدوس على اتخاذ اجراء وبعدين هدوس على كلمة كتم الصوت لما هطلع للشاشة ديت هروح رايحة على تحت كده هنزل الشاشة لتحت شوية وهختار كلمة اه كتم الصوت الفيديو هو مش هيكتم لي الفيديو كله هيكتم لي بس الجزئية اللي فيها حقوق طبعا ونشره هدوس على متابعة وبعدين هدوس على كلمة كتم الصوت زي ما هيقول لي على الشاشة عندي جاري معالجة الفيديو هيقول لي كلمة جاري معالجة الفيديو هلاقيها مكتوبة مرتين مرة على الفيديو نفسه بس بالشاشة للسودة اللي زي ما انتم شايفين مرة جانب الفيديو مكتوبة هي في الشاشة البيضة يبقى مكتوب معها جاري معالجة الفيديو مرتين. الموضوع ده بياخد من نص ساعة لساعة آآ تعديل في الفيديو. ويمكن اكتر من كده كمان. على حسب مدة الفيديو بتاعي مدة الفيديو طويلة او قصيرة بياخد وقت. على ما بيعمل تعديل للصوت زي ما انتم شفتوا الطريقة دي. آآ دي طريقة سهلة. اما ازا بقى انا عايز احط موسيقى او اغير الصوت من المحتوى اللي هو فيه لمحتوى موجود من اليوتيوب نفسه. فمش هدوس على كلمة آآ معلومات الفيديو ودوس على كلمة اتخاذ اجراء والكلام ده كله. لا هيكون فيه طريقة تانية. طبعا انا لو دست تاني على آآ يتضمن الفيديو محتوى مطابق. ودست آآ المعلومات تاني. هلاقي كلمة اتخاذ اجراء بقت بحتانة. ليه? هي بحتانة مش هينفع هدوس عليها. لان الفيديو حاليا بيتعالج بيتم ايه? ازالة منه الجزئية اللي فيها الصوت المخالف. فانا مش هقدر ان انا اخد من آآ اجراء في الحتة دي او هاخد اي حاجة. فعشان كده كلمة اتخاذ اجراء بقت بهتانة ما اقدرش ادوس عليها. طيب لو انا عايزة اعمل بطريقة تانية هدوس على الفيديو نفسه. هروح على كلمة محرر الفيديو. في محرر الفيديو هلاقي كلمة آآ جاري تعديل الفيديو برضو نفس الحكاية. يعني انا دست هناك ودست برضو في محرر الفيديو. لقيت برضو جاري تعديل المحتوى الصوتي. فعشان كده ايه? انا اتأكدت ان هو الفيديو بتاعي بيتعالج او بيتشال منه الجزئية اللي فيها حقوق الطبع والنشر. هتفضل العلامة دي موجودة لغاية ما يتم ازالة الصوت. طبعا بتاخد وقت زي ما قلتلكم على حسب مدة الفيديو من نص ساعة لساعة واحيانا اكتر على حسب مدة الفيديو اذا كان عندي طويل او قصية. كمان في طريقة ان احنا نشوف اه الفيديو اه اه المشكلة فيه وكده ونغير المستوى الموسيقي. هدوس على ال علامة بتاع التحقيق الربح. هلاقي هنا مكتوب ان هو غير مؤهل. هشوف ايه? اه غير مؤهل ليه? طيب انا عاملة العلامات كلها والدنيا اوكي عندي. هروح على كلمة اه محرر الفيديو زي ما انتم شايفين كده ان انا بتأكد الاول من الفيديو الاعدادات بتاعت الفيديو بعدين هروح اشوف كل اسباب اللي ممكن يشيل فيها المحتوى الموسيقي دوت فانا هروح على كلمة محرر الفيديو علشان اشيل منه المحتوى الموسيقي بالطريقة اللي هي التانية اللي عليها واحط من في الطريقة دي هحط موسيقى من اليوتيوب نفسه يعني الطريقة دي ان انا مش همحو الصوت اه زي الطريقة الاولانية لأ ده انا عايزة احط بداله موسيقى من اليوتيوب او المحتوى الموسيقي طلع ان الفيديو بتاعي بالكامل مش نفس الفيديو اللي انا بورغ لكم ده المحتوى الموسيقي اللي الفيديو بالكامل عليه حقوق طبعه ناشر فهروح على كلمة محرر الفيديو واروح على رمز الصوت اللي على ايدي الشمال تحت ده رمز الموسيقى اللي على ايدي الشمال تحت ده محرر الصوت لما اضغط على السهم هيتلعلي كلمة الصوت هدوس عليه لما ادخل على كلمة الصوت هيطلعلي ان انا اختار هيتلعلي شاشة تانية طبعا خالص. هيفتح لي اه تبويب تاني غير التبويب اللي انا فتحاء او اه مكان تاني يعني. هيقول لي هنا اه تختاري موسيقى من اليوتيوب ولا محو الصوت. طبعا ده المحتوى الصوتي اللي موجود على اليوتيوب بتختاري منه المدة اللي فيها الفيديو بتاعك. من المحتوى اللي تحت ده. اه طبعا انا زي ما قلتلكم الفيديو بتاعي انا اه في دقيقة واحدة بس اه اللي هي فيها المحتوى المطابق لكن لو انت المحتوى المطابق الفيديو بالكامل هتختاري اللي هو اه تغيير الصوت او اه ازالة الصوت واستبداله. وهتختاري من الموسيقى بتاعة اليوتيوب بالطريقة اللي قلتلك عليها دي. اما انا بالنسبة لي فانا هختار اه محو الصوت. شايفين انا بالنسبة لي هكتب هختار محو الصوت وهدوس محو الاغنية. هضغط على الزرار الازرق اللي مكتوب عليه محو الاغنية. لكن بالنسبة لاي حد تاني المستوى الموسيقي بتاعه لنهاية الفيديو او من بداية الفيديو لنهاية الفيديو في الحالة دي بيختار موسيقى من اليوتيوب نفسه. يا رب اكون افدتكم يا رب يكون الفيديو نردكم. ما تنسوش سبسكرايب للقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد من قناتي. كان معكم برنسيسة في مملكتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.